بالعهد او بالعقد او بالوعد وهذه الصفة الجميلة نفقدها كثيرا نفقدها لان منظومة القيم نرى انها قد اصابها بعض القصور في هذه الايام لان ازمتنا الان كما هو واضح ازمة اخلاقية نريد ان نسترد الاخلاق للشعب المصري وللامة العربية وللامة الاسلامية التي عرفوا بها اخلاق اهل الخير اخلاق اهل السلام والامن والامان اخلاق الذين يتعاملون مع الناس ويؤدون اليهم ما لهم ويطلبون بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق ما لهم في الايات الكريمة ربنا عز وجل عشان نبين ازاي بقى الامانة الوفاء بالعهد والامانة وكذا صفة ربنا يقول ان ذو لهم هم اهل الجنة الايات القرآنية النهاردة ربنا سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لاماناتهم من تحقق العلماء يتكلموا هو لازم نتحقق بهذه الصفات جميعا لازم نحصر صفات اهل الايمان عشان نخش الجنة بعضهم قال كده وبعضهم قال تتحقق بصفة واحدة لو تحققت بصفة واحدة على وجه عظيم يعني تعمل بيها بكل طاطق تحافظ على العهد تؤدي الامانة تحافظ على الصلاة تقيم الشهادة لله كل واحدة من دولا لو انت التزمت بيها لا تجد رجلا يقيم الشهادة لله ولا يكون عنده عهد او امانة او لا يحافظ على صلاته او انه يكذب او انه يأخذ حقوق الناس لا لذلك هذه الصفات مترابطة يبقى الوفاء بالعهد هذا من صفات المؤمنين وعكسه من صفات المنافقين ولا عاذ بالله ده حتى ما قالش انه هو من صفات الكافرين لا ده قال من صفة المنافق لان ممكن واحد يكون مش مسلم ويكون عنده قيم انما المنافق مسلم او غير مسلم ومنافق هنا لا قيم عنده منظومة الاخلاق عنده غير موجودة اصلا لانه عنده مرض داخله غير خارجه لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه قال صفة المنافق ثلاث وفي رواية اربع منها ايه اذا وعد اخلف يبقى هنا اذا وعد اخلف يعني يديك موعد او يديك عهد او يبقى بينك وبينه سر ويروحوا يقولوا الحد تاني يبدأ مخلافة للوعد والعهد وده بقى اللي احنا واعين فيه ويؤدي الى الشجار ويؤدي الى انه لا يوجد رجال او نساء يتسمون بصفة قوة النفس فتقوله سر او تقوله امره بينك وبينه اول ما تقوله يبقى يتشع في العالمين بس هدأ خدك كلمتين منك ويروح يزيع هذا السر دا كده خان العهد لم يوفي بالوعد لان اللي بينك وبينه دا سر بني وبينك كثير من الناس اول ما تقولها سر بني وبينك معناها اخرج وقوله على طول عنده هو يعني دي مش من صفات المؤمنين ولا من صفات المسلمين الحقيقيين لو تحققنا بالصفة دي يبقى اول حاجة تلت منك هيخرج عن النفاق يبقى اذا شو بقى صفات المنافق اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اتمن خان وفي رواية واذا خاصم فجر يبقى هنا الوفاء بالوعهد او بالعهد وعاوزين نقول للعلماء بقينوا حاجة مهمة ان الوفاء بالعهد دا قال لك بيشمل على حكتين الصدق في القول والصدق في الفعل وكمان بيشمل الصدق والعدل يبقى شوف الوفاء بالعهد في صفاتين صفة الصدق وصفة العدل الخيانة او عدم الوفاء بالوعد قال لك في الكذب والجور يعني الظلم يبقى الواحد لو اتمنى على حاجة الواحد لو قال لي بشئ من المعاهدة او الوعد او بيني وبينه يبقى هنا لدم اكون صادق معاه صادق معاه لا افشي له سرا سيدنا انس ابن مالك رضي الله عنه كان بيخدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان صبي صغير والخدمت رسول الله سسع عشر سنين وبعدين بيحكي المين بقى لسيدنا ثابت البناني وكان بيحب ثابت البناني يبا ثابت البناني دا تميز مقرب لسيدنا انس فسيدنا نس بيحكيه عن يومياته مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انا كنت اكاتم اصرار سيدنا النبي لان انا في البيت قال امره او انا صغير بعثني اقول حاجة الحد في السر فلقيت صبيان معايا لعبت معه فلما لعبت معهم أمي سيدنا عليه السلام أم سليم قبلته وقالت له أنت بتلعب هنا وسيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له آله صحيح لأن في حاجة لازم أديها قالت له إيه قال لها ما كان لي أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه بس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فوق آبائنا وأمهاتنا وفوق أعناقنا ودمائنا وأرواحنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك كله ولكن أيضا لما حد يقول لك سر يقول له إيه بقى لسيدنا ثابت البناني ولو كنت مخبرا أحدا بهذا السر يا ثابت لأخبرتك من شدة محبتي لك تلميزه تلميزه النجيب ولكن سر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يطلعش أبدا دا المستشار مؤتما دا كاتم السر لا بد أن يكتمه لو واحد شغال عندي ناس في محل مصنع في وظيفة شغال عندك في البيت واحدة بتساعدك أو شيء أو واحد تشوف حاجة في البيت اوعى تقولها برة اوعى تفشيها خليك أمين عشان لو خليتك كده يبقى فيك حتة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم